أدانت مصر بشد العبرات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيسة يهودية داخل المسجد الأقصى وفي بيان لوزارة الخارجية حملت مصر إسرائيل المسئولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى وعدم المساسب المقدسات الإسلامية والمسيحية مطالبة بامتثالها لالتزامتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة هذا وأكدت مصر على أن تلك التصريحات غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدا واحتقانا وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهديئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتشكل خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائمة على أساس حل الدولتين